الحقيقة مشاهدين الامهات دايما طول الوقت بيكونوا كده خايفين وقلقانين على ولادهم وبناتهم خاصة مع بداية السن المراحقة دايما كده بيكون فيه قلق تجاه البنات تحديدا نصايح بيديها الامهات لبناتهم للحفاظ على أنفسهم من التحرش أو تعرضهم مثلا للمعاكسات أو غيره بمختلف أنواحها في بعض الولاد والبنات بيستجيبوا لكلام امهاتهم والبعض التاني ما بيهتمش قوي بالكلام الخاص فيما يتعرض بالتعرض لأي تحرش في الشارع مثلا يمكن مش بس الأمهات الأباء كمان بيبقوا قلقانين لكن ما اعتقدش أن كلهم بيبقوا عارفين يعبروا عن قلقهم وبيبقوش عارفين يستخدموا المصطلحات المناسبة فبيحسوا أن ده حاجة ممكن نسيبها للأم هي حتتصرف يعني مع كمالة الحاجات اللي بتتصرف فيها الأمهات الوحيدة كتير أول إيه النصائح المهمة للأمهات علشان تقدر تقولها لولادها عشان تتأكد أن ولادها بيش بيتعرضوا أبدا لتحرش وإزاي تحميهم أهمية أن الأم يبقى لها جامد وشجاعة عشان تقدر تورس ده وتقدر تقوله لولادها علشان ما يبقوش هم كمان خايفين يقولوا أنهم بيتعرضوا لأي شيء دور الأم إن ما يكونش الطفل أبدا عنده سلبية ده اللي هنعرفه من خلال ضفتنا اللي من ورانا في الستوديو دكتورة سامر كشك استشاري الطب النفسي والصحة النفسية يا دكتورة أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك يا حبابتي البداية عايزين نقول أن الخوف من المجتمع والسلبية والاتهام اللي قد يقع في بعض الأحيان على من يتعرض للتحرش مش المتحرش ده بيخلي ناس كتير جدا تبقى قلقانة وخايفة الأهالي قبل الولاد يعني الولاد بيبقوا لسه على فطرتهم فبيبقوش شايفين أنهم غلط أنهم يقولوا ولكن الأهالي هم اللي بيبقوا عندهم حسابة تانية هو الكلام للأهالي يكون قبل مش أستنى لما يحصل أو يقول في حاجة زي كده يا رب الله أمين فالأهالي لازم تبدأ مع ولادها أنها تصاحبهم قوي بحيث أنها تقدر أصلا تفتح معهم موضوع زي ده كتير من الأمهات والأباية ولكن يعني هقول لطفل زي ده الكلام ده إزاي هفهمه يعني أقوله إيه لا يقوله هو ممكن يتقاله إيه لأنه عمره يعني هيقض الثقافة دي من إيه صحيح فيقوله مثلا ممكن تتعرض لحاجة زي كده أنا حد يجي يقولك تعال يا حبيبي يقعد على رجلي بشكل معين مش أي قاعدة تعال يا حبيبي يخد هدية من غير معنى تعال يا حبيبي في حتة بعيدة فلازم أفهم ابني الكلام اللي ممكن يتقاله أحذره الوقاية خيره من العلاج سواء اللي هياخده ده هيعمل فيه حاجة أو لأ يعني أنا بعمل قبل بحذره من الأقارب قبل الغرب لأن أوقات الضربة بتيجي من أقرب حد ممكن أنت تكون مش متخيله عمرك بييجي على بالك فأنا بحذر الكل بلاش الكلام المعسول قوي اللي ممكن يضرني والشكل من بره بومبوني فخلي بالك ممكن يكون لو لمسك حاجة معينة في حتة محرمة أن حد يجي جنبها لأنا ولا غيري وجسدك جسدك ده ما حدش يلمس سواء البنت أو الولد في السنة ده فكرة أنه لأ ده حاجة مقدسة بالنسبة لي ما حدش يلمس فالاستباحة أن أنا أعمل حاجات مثلا ألاعب ولادي بشكل معين أن أنا نفسي ما ينفعش أن أنا أعمل حاجة زي كده أو أن أنا أقرب لمناطق معينة أفهمه حدود جسمه إيه اللي هي بتاعته هو لوحده ما حدش يملك إن هو يلمسها إيه اللي هو مش محتاجين نوصل لسن المراقب لا طبع أطفال يعني أمه هي بتعلم لسه أولادها بتغير لهم هدومهم بتهزرش بيه باللمس في أجساء مختلفة من جسمهم علشان ما يبقوش عارفين إن ده فن وحاجة تتحك ونتحك عليه لا بتتكلم بجد الموضوع صارم وبيبقى وشاه جد جدا علشان يبقى تبين لهم إن الموضوع صعب مش سهل وكمان الأمهات فاكرة إن هو ما يبدأ ينزل للحضانة ممكن آه من سنه سغير بس ما يبدأ يخرج من البيت لا ممكن يكون من جاري صحيح ابني نازل يجيب حاجة من الشارع بيلعب مع أصحابه على السلم حاجات من دي ممكن يكون من جار نازل حد من الديليفوري نازل حد من اللي جاي زيارة نازل طالع يتعرض للكلام ده من قبل الحضانة فأنا بفهمه وانس إن هو فهم وبدأ يخرج من إطار بيتي أو من إطار غرفتي بالزبط لأنه ممكن يكون ضيف عندي وأنا معرفش طيب دكتورة سمر ناس كتير جدا لما بتيجي سيرة التحرش دماغها بتروح بس فكرة التحرش الجسدي اللي هي الملامسة يعني لكن التحرش ليه أنواع كتيرة جدا وإحنا بحتاجين حضرتك حتى نوعي الأباء والأمهات إنه اللفظ التحرش اللفظي ده تحرش قد يكون أكثر عنفا من الجسدي التحرش النظرة كمان سواء من الرجل أو الإمرأة يعني من النحيتين أشكال هذا التحرش إزاي أواعي ولادي وبناتي مع بداية بقى دخولهم من الحياة والمجتمع بأشكال التحرش وإنه ما تسكتش حتى على النظرة أو حتى على الإحاء بالكلام لأن الإحاء ده برضو نوع من أنواع التحرش مش بس فكرة التلامس الجسد يعني شوف هي في حاجتين الناس بتعملها فيه أن هي إيه؟ يا إما بتخاف يا إما بتتكسف يعني ممكن حد يقول لي كلمة تدايقني أو أحس فيها ده يعني مش كويسة وأتكسف أو أخاف أبقى عندي رهبة في الحالتين أنا بعلمهم أن فيه كلام لازم يكون عندي قمة الجرأة إن أنا أقول لأ أما يكون ابني مش عايز يسلم على حد وأقوله لأ غصب عنك تسلم ده غلط مني أنا طالما مش عايز يسلم أو ما بيحبش الشكل ده من التعامل بلاش في الحاجات اللفظية أوقات بتجرح أكتر من اللمس طبعا كلام بيبقى يعني وحش كلام صعب كلام أنا بتئذي لما بسمعه بيفضل في بالي أنا مش عايزة يبقى دافت بالي يؤثر على نفسية طبعا طبعا فأنا بحذر ولادي إن فيه كلام أنا هسمعه ممكن أقوله أو ممكن ما أقولوش فيه كلام طالما مش مستصاغ ومش في إطارنا يبقى الكلمة دي يعني عايز بها حاجة تانية أو عايز بها يأذيك أو ده نوع من أنواع التحرش الإحاءات اللي ممكن حد يعملها في المواصلات العامة في الأماكن العامة في الأماكن في الشارع في المدرسة في الحضانة أبيله اللي فيه حاجات معينة ما تقبلش بيها حد بشكل معين ليه نظرة معينة يبقى هو في نيته حاجة تانية مش كويسة فأنا بحذر ابني أو بنتي من الإطار العام اللي برا اللي فيه شبهة طالما حاجة برا الإطار الطبيعي ده يبقى تقول لا برا الإطار الطبيعي اللي أنا حددته لك بالكلام الطبيعي اللي احنا بنسمعه بالحركات الطبيعية بالأعادات الطبيعية بلاش حد يطبطب علي قوي بلاش حد يقول لي كلمتين الطبيعية ده بيختلف من أسرة لأسرة ومن عادات لعادات ومن طبقة اجتماعية لطبقة اجتماعية طريف للمدن للحضر من الوجه قبل للوجه بقى حريق الطبيعي ده نسبي يا دكتورة إيه اللي نقدر نحطه إطار يمنع إن الموضوع يبقى فيه خلط ما بين ما هو نسبي وما هو من غير ما نجرح حياة الأطفال ومن غير ما نفتح عينهم برضو يعني إحنا مش عايزين نفضل ندخل في أمور نبقى خليهم قاعدين خايفين من أي حد حواليهم عايزين نعمل الموازنة دي ومن غير ما نبقى إحنا كمان مبالغ في قلقنا نعملها زي هو فيدي بالذات من خاف سلم لازم نخاف لأن الانفتاح الزيادة عن اللزوم أباه حاجات كتير وفكر في ناس كتير فكرها أنها صح أو عادي الإطار العام إن أنا فيه أماكن في جسمي مش مسموح أن حد يلمسها مستحيل أن حد يوصل لها ولا يجي جنبها خلاص دي الإطار العام لأي كان الطبقة اللي بكلمها أو أي كان مكان أو تعليمهم أو شكلهم أو عادتهم أو تقاليدهم أنا عملت إطار عام إن مش مسموح لا للأم ولا للأب حتى دول إنهم يلمسون إلا للضرورة والشديد القوي إنهم يكون في حالة مرض الطفل أو في حاجة من دي غصب عني لكن غير كده لأ حاجة محرمة قدسة خلاص إطار عام إن أنا الحاجات إن أنا أهزر بيها وإن أعملها كإني بهزر لأ حتى الأم والأب لأ عشان يعرف إن دي الحدود دي ممنوعة طبع خلاص دي خط أحمر بعد كده بقى باجي للأم والأب إن أنا ما خافش قوي بس أخاف لأن اللي بنسمعه دلوقتي من الجرائم دي إن بتلاقي ناس قريبة منك جدا جدا ومديها الأمان قوي لا أنا ما تديش الأمان حرص من صاحبك ولا تخونه أنا حرص قوي ومرضو ما خونوش قوي عيني على أولادي طب والأماكن اللي عيني مش فيها موجودة إنت هتنزل هتتعرض للدنيا برة فلازم تعرف إن في حد مش كل الناس دمخة زي بابا وماما أدي له قصص على حسب بقى سنه المرحلة العمرية بتفرق فالصغيرين قوي قوي دول بوريهم بالرسومات والكارتون بوريهم بقصص بوريهم الحاجات ياريت بعينهم لو حاجات معمولة أفلام تسجيلية أو أفلام كارتون معمولة التوعية أو رهالهم عشان هو شاف وفهم دون أن أجرح إحساسه المشكلة بقى في الأمهات إنها لو حد تحرش لحاجة لفظية أو أي حاجة حتى لو مش قوية يعني البنت أو الولد يخاف يقول له لا أرد فعلها رد الفعل هيبقى قوي وممكن بتحذيرات من المتحرش يقول له لو قلت البابا وماما أنا هقول أن أنت اللي عامل كده وهكبر المشكلة أدي الأمان لولادي أوي دي فكرة مهمة لحركة قلت لي أن أنا صاحب ولادي أن أنا أعرف أي مشاكل ممكن يتعرضوا ليها خصوصا فيما يتعلق بالحاجات اللي إيه فيها تحرش هنا كثير من الأحيان قصص كثيرة جدا نشوفها إنه بنت تتعرض لقدر الله لوقع التحرش لفظي أو جسدي أو حتى الولد يتعرض لده ويروح يحكي الأهله والأب والأم من باب الستر والخوف وبلاش بيسكتوا وبتعدي القصة دي مع أنه حقه القانوني يعني فيه حق وفي القانون دلوقتي حق إلي أن أنا ممكن يعني أخذ حق من هذا الشخص اللي يتسبب في أذى لابني جسديا ونفسيا الأباء والأمهات دول حضرتك تقول لهم إيه ويتصرفوا إزاي اللي بيحاولوا يداروا ويقولوا ده عيب وأنا أسطر وبلاش فضائح هو مش عيب لأنه هو وقع عليه جريمة دي جريمة لأنه جرح ابني أو بنتي حتى لو ما وصلش مش عايز الناس تتكلم مش عايز الناس يقولوا بنتي حصلها كده ما يقولوا ما يحصلها فعلا هي زيها زي الأتل زي السرقة هو سلب منه وسرق منه أمانه وسرق منه برقته يبقى ناسم إيجابي واتحرك طبعا لازم أخذ خطوة إذا كنت مش خايف على نفسي أخاف على الناس اللي بعد كده ما هو ده الشخص ده واخد الأمان وعايش حياته وبرحته وبيعمل في ده وبيعمل في ده وعارف الناس كلها جبانة وخايفة لا أنا أقول لإبني إن أنا أمانك ما تخافش أوعده بحاجات أنا هعملها فعلا بلاش أقوله ده أنا هكسر عليه الدنيا وأنا مش هعمل كده أديه له الأمان وأقوله لحاجة لأنا هعملها وعندي قدراتي لأنا هعملها أقول لإبني يحكي بكل الحاجات بحيث إن أنا شكل وشي ما يتغيرش فيه أوقات الولاد يعملوا أي حاجة عادية تلاقي الأم بتسرخ والدنيا تقلبت وإزاي وإنت إزاي سمحت له عب الزفت وتلوم هو وتلوم هو ما أنا هو الضحية خلاص بقى أنا هقول لها هتعمل لي كده بلاش فهو يتجنبها من الأساس الأم بالتبعية لو هي أم ضعيفة ومن الناس الخوافة هتضيع حق ابنها أو بنتها برضو إنها أصل ما ينفعش أنا مقولش على ابني أو بنتي إن حصل فيه كده أصل بلاش بلاش دي بتخلي المتحرش يزيد في جريمه ومش معلوم أخلي ابني يقول لي هو مين لو ما قالش في نفس الوقع يقول لي بعدها بشوية لما يهدى أتعامل مع ابني على إن المجتمع كله ممكن إن هو يجتمع على إنك محترم ومؤدب وجبت حقك وجبت حق الناس اللي ممكن يحصل لها كده أفهم ابني إن هو بيجيب حق ناس تانية مش بس هو لإن إفرد إن المتحرش ده عمل كده في ناس قابله وخافه ما أنا جبت حق اللي فات وحق اللي هيجي فبلاش إن أنا سيب الناس المتحرشين وقفلت الدائرة المغرقة اللي كانت مغرقة تفتحت والموضوع تقفل ومبقتش دائرة لعله وعسى هو نفسه يتعالج ما هو ده أصلا هتلاقيه أساسا مريض أو تحد تتحرش به وهو صغير فبنى على كده الشخصية فأنا ممكن أعالجه أمنع المجتمع من إنه يحصلوا كده بعد كده أكيد أكيد ربنا يسلم ويحفظ ولادنا جمد قلبنا كده ونحاول ننقلهم خبراتنا ونحاول نخليهم يتحلوا هما بالشجاعة كمان إنهم يقدروا يبلغونا وإحنا كمان نجمد قلبنا ونسند ولادنا ربنا يحفظ كل الولاد دكتورة سمر كشك استشاري الطب النفسي والصحة النفسية نورتنا وشرفتنا دكتورة شكرا لك اشتركوا في القناة